اشتركوا في القناة اليمن والعراق لا تؤدي الى فلسطين طريق القدس يمو بالقلمون وبالزبداني وبحمص وبحلب وبدوعة وبالسويدة وبالحسكة بس الحد هنا ارجع يلا على القدس تاني ندفع اليدك اليمين على طول تعالوا لنذهب الى العراق البحرين بإلاء اليمن ظلت اسرائيل تبيد الفلسطينيين على مرأة نصر الله وارتكبت مئات المئات من مجازر الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي وظل نصر الله يخوض القتال من أجل فلسطين فيما وراء اسرائيل فأسلحته تقتل في الحسك وتموت في أصبع الجليل ولم تشعر اسرائيل بالأمان كما شعرت به في ظل وجود ميليشيا إيرانية تكفيها مؤنة تدمير المنطقة العربية وتنوب عنها في مقاولات الباطن لتعبيد خط عبور النبوءة التوراتية من الفرات إلى النيل أنت حزب الله بخمس دقائق تستطيع أن تسوي وزارة أنت تكذب أنت عدو شعبك أنت هتكت حرمة المسلمين والمسيحيين أنت دمرت لبنان أنت سرقت كل الأموال أنت خائم للعدو تعمل دمرت ميليشيات ما يدعى بمحور المقاومة والممانعة أربع دول عربية ومزقت مجتمعاتها بصواطير الطائفية الشيعية الاثنعشرية وأغرقتها بطقوس الضلال ومستنقعات الدم والجوع والمخدرات والجرائم واللا معقول مسخ الهوية الإسلامية وتاجيج الصراعات الجانبية وتفكيك الدول وإفقار المجتمعات العربية هو ما يضمن لإسرائيل المنذورة للزوال طول العمر وفاشية أكثر توحشا في غزة مطمئنا إلى أن دول الطوق والعمق العربي لديهم ما يشغلهم عن القضية الفلسطينية يمضي الكيان الصهيوني في طريق مشروعه التوراتي المحلوم محمولا على ظهور البغال الإيرانية سهلة المطية سلسة القياد